موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في طلبات الصف الاول الاعدازي نحن نأخذ مع بعض منهك سمورت ستاب الادوفي سنبتزي مع بعض اول يونت في الترميد الثاني نشوف اول حاجة الخاصة باليونت النهاردة شل يعني صرفة اللقلقة شبكة الصيد اللي هي لما يكون الصيد بيصطاد اسماك كتير كمهنة بيصطاد بالشبكة فشنج نت طب لو في حد مثلا بيمارس الصيد كهواية هيستخدم فشنج رود او فشنج لاين اللي هي صنورت الصيد بوت بمعنى كورب بوت كاسل قلع حرف تي سايلانت كاسل قلع طبعا نفرق بينهم وبين كلمة بلايس مكان ماركت السوق تشوف كده مجموعة من الاسئلة على الوكاب كمبليت هي از افري ريتش مين هي ليفز اين اي طبعا شخص اغاني حيعيش في ايه بالاس اصر استخدمت ايه علشان اسطاد سمك ممكن استخدمت فشنج نت اللي هي شبكة او فشنج لاين صنورة هي طبعا هتلبس الحلق بتاحه معا ايه بيكون شكله جميل او رؤى بيرل اللي هي اللقلقه نحن عبرنا نهر النيل باي اسمول بوت حل الاسئلة بنفسك وصيب الاجابات في الكومنت تحت الفيديو كمبليت مام وينت توزيع سبيس توباي هير نيكس النهاردة عايزين نفرق مع بعض ما بين حكتين لو اريد اول مثال كده كلمة طول دي عبارة عن وحنا درسنا ان الاجكتف باستخدمها عشان هي كلمة باوصف بيها الناون اللي بيكون عندي الاسم اللي عندي الناون او البروناون انا هنا باوصف الشخص انه هو طويل طيب لو انا بدأت بي الموصوف في بداية الجملة باستخدم البروناون باوصف بالجلي في نهاية الجملة زي برضو الاكزامبل نمبر 2 this dress is beautiful هزا الفستان جميل انا هنا باوصف الناون اللي هو كلمة dress انه هو ايه beautiful نفس الكلم لو انا عايز اوصف العربية بتاعتي باقول هى boot and expensive car هو اشترى سيارة غالية طب الفرق بين الجملة العوانية والجملة الثانية ان انا فوق استخدمت عندي الاسم بيجيلي فين جيلي قبل الصفة بتاعتي او جبت الصفة بعد الاسم طب هنا انا جبت الصفة بتاعتي وبعك ايها جبت النون بقول هو اشترى سيارة غالية an expensive court لو انا عايز اتكلم على العربية نفسها ممكن اقول ايه this is an expensive court يبقى لو الموصوف في بداية الجملة باستخدم verb to be بجيب الصفة في نهاية الجملة او اقدر اجيب الموصوف والصفة وربعاته في الحالة دي الادجكتف بتكون في الاول وبعد كده النون اللي انا بوصفه يا اما بوصف باستخدم pronoun يا اما بوصف نون علشان اقدر استخدم الصفة اما لو انا عايزة اوصف الaction او الverb بحصل ازاي باستخدم حاجة اسمها adverb اللي هو الحيل زي كده example اللي مكتوب قدامي my grandfather walks slowly جدي بيمشي ببط انا هنا مش باوصف جدي نفسه انا باوصف طريقة المشي بتاعه او الحال اللي هو بيمشي بيه اه يبقى احنا هنا عايزين نعرف how he walk هو بيمشي ايه ازاي يبقى هو بيمشي ازاي slowly ببط يبقى باوصف الطريقة اللي هو بينفس بيها الverb يبقى عشان اوصف الverb باستخدم ال adverb طب وال adverb ده كده مش شبه الصفة شوية هو الصفة بس انا بضفلها في النهاية l y او يبقى بنجيب ال regular adverb الحال المنتظم باضافة ال y للا ايه لل adjective للصفة انا عارفة ان الصفة slow معناها بطيل طب حد بيعمل حاجة ببطء بقول ايه slowly he sings happily هو بيغني بسعادة برضو هنا انا باوصف ايه باوصف طريقة اللي هو بتاعه الطريقة اللي بيغني بها بيغني ازاي بسعادة happily طب ال adjective اصلها happy بتنتهي y وعبلها consonant لتر يبقى انا هحزف y وحط i l y يبقى اصبح نهاية الحال i l y they work hard هم يعملونا بجد طب احنا فوق كنا بنحاول الصفة بتاعتي او بحاولها ال adverb باضافة i l y عندي مجموعة من الصفات او الاحوال بقول عليها regular adverb اللي هي الاحوال الجير منتظمة بيكون شكلها ما ينفعش انا هحطله في النهاية بتاعتها l y شكلها بيفضل زي ما هو زي عندي hard hard وهنا hard معناها اي بجد او بيكتهد انما لو adjective هيبقى معناها صعب صعب عندي كمان ال adjective fast سريع ال adverb منها fast بدون تغيير late متأخر ال adverb late وعندي كمان early ال adjective بعيتها early زي ما هي ال adjective الوحيدة اللي بتغير شكلها خالص لما بتتحول لحال هي good well well ال adverb منها well ازاي عادة بتكون عن طريق اضافة ايه l y l y l y l y l y l y l y l y بحقل زي بحقل ايه هستقدم ال adverb بتاعي بحقل ال adverb احنا اتفقنا انه هو بيكون عبارة عن adjective plus l y بحقل he work slowly هو يعمل ببطء he sang in a happy way هو غنى بطريقة سعيدة عايز استخدم ال adverb happily يبقى معنى كده اني حاصف الفعل على طول وهقول هو غنى بسعيدة يبقى هقول he sang happily سؤال الثاني complete she got a bad mark so she cried بيقول لي هي حصلت على درجة سيئة لذلك هي بكت بطريقة ايه هنوصف ايه سانا اقوله هنوصف ال verb cry يبقى هنا هستخدم adverb ومناسب لمعنى الجملة هنوصف ايه سادلي هي بكت بحزن he was late وكان متأخر because he was walking لانه كان بيمشي ازاي برضو عايزة adverb كان بيمشي اكيد ببطء يبقى سلولي 3 she has a sweet voice and things هي عندها او بتحصل على صوت صوت او حلو يبقى ايه هتغني بريائي بشكل جميل sweetly ممكن قول sweetly يعني بعزوبة يعني بطريقة او بصوت حلو او beautiful يعني غنت بشكل جميل اكسل يورسل جواب بعد الاسئلة بقى بنفسك complete when i broke the pause my mother shouted at me we must talk يجب ان نتحدث thanks for watching and goodbye اشتركوا في القناة